حمو بيكا بيواجه انتقادات ضخمة بسبب سبوع بنته تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا وتحديدا صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديوهات من حفل سبوع بنته تاج وانقسم جمهور حمو بيكا على صفحته الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاحتفال فيما وصفه البعض الاخر انه حفل حنة وليس سبوع لبنته بسبب ضخامة الحفل وقام عددا من رواد السوشيال ميديا بالسخرية من الاحتفال بالسبوع وقال دسبوع واللحنة تاجة حمو فيما علق اخرون على كمية الدهب الذي يرتديها حمو بيكا بالاضافة لزوجته التي تخطى حجم الدهب الذي ترتديه الكيلو جرام احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا بسبوع بنته الاولى تاج في احدى قاعات الافراح برفقة زوجته شمس واصدقاءه وعده وصل الحفل مستعينا بسيارة كلاسيكية ومكشوفة السقف شارك حمو بيكا جمهوره بعض الصور والفيديوهات من داخل القاعة عبر صفحته الرسمية قد حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره وفيديو من كواليس من ولاد بنته الاولى تاج حيث ظهر في الفيديو مع زوجته شمس وهم يستعدان لاستقبال اول مولود لهما وعلق حمو على الفيديو قال اللهم لك الحمد فرحة العمر كله ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحتة منك ومن حبيبة عمرك الحمد لله ربنا رزقني باهم حاجة في حياتي تاج اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ولكم التعليق